موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام وزوار موقع المهاجر كما العادة معكم سوفير مرزوقي بأخير الأخبار وآخير المستجدات سوف نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال قبل أن نبدأوا بالعناوين الأخبار التي اختارنا المتابعين اليوم وأولها سوف نطلب من الإخوان التعم لهم بالإعجابات لهذا المقطع بطبيعة الحال وإذا أعجبكم لا تنسوا تشاركوه مع الناس الذين يهتموا بهذا المواضيع بداية ربراكاتي للمتابعين الكرام كما تشاهدوا في العنوان إسبانيا في خضم هذه الأزمات التي كنا مع الجزائر حاليا كتكشف على معطيات عسكرية تربطها بالمغرب والجزائر وفي هذا الخبر هذا قد ندرع لده جوجة المواضيع الموضوع الثاني اللي ندرع عليه هو الدعوة ديال الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب مرة أخرى لإسبانيا للمشاركة في المناورة العسكرية الأسد الإفريقي التي تخلفت عليها إسبانيا للسنة الثانية على التوالي حفاظا على علاقتها مع الجزائر فمباشرا بعد هذا العدوان الجزائري على إسبانيا كنشوفوا المغرب والولايات المتحدة الأمريكية كيقدموها الدعوة مرة أخرى لإسبانيا فهل إسبانيا ستقوم بتلبية الدعوة يعني ردا على ما قامت به الجزائر كذلك متابعين الكرام في الخبر الموالي قد نهضلوا على الموضوع ديال الغاز الموضوع ديال الأنبوب اللي كي ربط نيجيريا بالمغرب واللي أخيرا أرصى على المملكة المغربية وغذي يمر بطبيعة الحال على المملكة المغربية فالريباط تحث الخطى لإنشاء خط أنابيب الغاز المغرب نيجيريا والمشروع كيحتاج تقريبا لثلاث سنوات قد نشرح لكم كيفاش هذا المشروع كيحتاج لثلاث ديال السنوات وكذلك كيفاش المغرب كيشتغل على قدمين واساق وطبيعة الحال العالم كله والدول الغربية وأوروبا ما تقدرش تنتظر أكتر من ثلاث سنوات باش يوصل هذا الغاز من نيجيريا لأن الضغوط ديال روسيا أصبحت أكتر مما كان يتصور الغرب طبيعة الحال ويريدون التخلي عن غاز روسيا أحب من أحب وكره من كره وهذا الموضوع هذا دخل فيه حتى الجزائر فهذا الشيء علاش في الخبر الأول سنشرح لكم علاش الجزائر دخل في الموضوع ديال الغاز وروسيا وكيفاش الأمر بدأت تحدث عليه إسبانيا ومن خلال وزير خارجيتها أخيرا متابعينا الكرام نضرب على قيود صفر دولة جديدة تلغي قيود صفر بالأخص تحليل ديال بيس اير فمتى ستقوم دولتنا المغرب بفعل ذلك أيضا سنعرفوا باقي التفاصيل على هذا الأمر هذا وسنختمو به الفيديو ديالنا دولة مراكاتي للمتابعينا الكرام كما قلت لكم إسبانيا كشفت على تحويلات ضخمة ديال عسكرية للمغرب وكذلك الجزائر فهذا في ظل هذه الأزمة هذه اللي قائمة مع الجزائر كما عدتون إخوان وجايبين واحد المدة يعني لا بأس بها كنت حدثوا على هذا الموضوع وكننا حاولوا نوصلوا الرأي العام أن الجزائر تخدم المصالح ديال روسيا فاش كنقول لكم جزائر تخدم مصالح روسيا ناعمة نقول وهذا الشي هذا بالدليل عندي لكم واحد العنوان غدي نوريه لكم من واحد جريدة إسبانية واللي كتتحدث على كلام أو لتلميحات من طرف وزير الخارجية الإسباني كما كتشوف الصورة هنا يا هذه جريدة الكونفيدنسيال كتقول هل روسيا وراء عدوان الجزائر على إسبانيا كما يلمح الوزير ألباريس وزير الخارجية الإسباني طبعا الحال في زيارة دياله البروكسيل لطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي في إيقاف الاعتداءات الجزائرية الغير مبررة إسبانيا كما المغرب عندهم طريقة للتعامل مع الجارة الشرقية شنوه 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 الطريقة للتعامل هو أنهم حاذرون جدا في التعامل مع الجزائر والجزائر كانت ترجى أن يقوم سواء المغرب أو إسبانيا بالاعتداء عليها لماذا؟ لأن التوتر قائم وحنا حاليا نعيش في واحد توتر عالمي وإسبانيا كانت تعامل بحذر فالتخلف ديال إسبانيا أو التخليع ديالها على أنها تشارك في المناورة العسكرية الأسد الإفريقي مجاش من فراغ هذا الشيء هذا جاء حيث إسبانيا ما بغاتش تبين يعني عذاء أو العدوان للجزائر نحن عارفين بأن الأسد الإفريقي ستنضم في الصحراء المغربية إسبانيا لدرجة أن نحتل اعتراف الإسباني مغربية الصحراء رغما على أن المعارضة الإسبانية كانت مصر على أن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتيز يمتل أمام برلمان فكان يرفض حتى وقع الضغوطات كثيرة والدليل هو أن مباشرة من بعد المجول رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانتيز أمام برلمان وقع ما وقع مع الجزائر فهذا الشيء هذا اللي كانت تتجنبه إسبانيا مع ذلك إسبانيا والمغرب يوضع الجزائر في موقع ديالها أمام المنتظم الدولي يحاول يبينوها بأنها دولة اللي فعلا كتخدم المصالح ديال روسيا في المنطقة وبتلميح ديال الوزير الخارجية الإسباني لهذه المسألة هذه مجاش من فراغ كما قلنا لكم جاي بنمدة ونحن نتحدثوا على هذا الموضوع هذا فاخليونا في الخبر الأول إخوان ونهضروع على تحويلات إسبانيا تكشف صادرات من الأسلحة إلى الجزائر والمغرب بالتبط في هذا الوقت في عز توتور ديبلوماسي مع الجزائر وانفراجة غير مسبوقة في العلاقات مع المغرب تقرير إسباني يكشف حصيلة سنة 2021 من تصدير المواد الدفاعية والمواد ذات الاستخدام المزدوج وصادرات أسلحة مضريد إلى المغرب والجزائر مشيرا إلى أن قيمة صادرات إسبانيا من المواد الدفاعية فقط لزد الملايين ومتين وتسعين مليون يورو وأفاد موقع منقلوع التابع لرئاسة الحكومة الإسبانية أمس سبت بأن صادرات إسبانيا من الأسلحة انخفضت بنسبة 9.1% عن العام السابق وأن نصف صادرات اتجهت إلى دول ناطو والاتحاد الأوروبي مشيرا إلى أن هناك أيضا شحنات بملايين دولارات استلمتها الجزائر والمغرب والسعودية والإمارات ووفق المعطيات التقرير فإن الجزائر من صادرات الأسلحة كان موجها إلى بلدان شمال إفريقيا أعتدر أن جزءا من صادرات الأسلحة كان موجها إلى بلدان شمال إفريقيا حيث تلقى المغرب مواد بقيمة 14.90 مليون أورو تتكون من قطع غيار الأسلحة والطائرات النقل الإسبانية إسبانية الصنع وقذائف الهاون مع الملحقات 91 مركبة نقل بقيمة 11.7 مليون أورو وبخصوص جزائر اعتبرت أنه تم تصدير ما قيمته 7.90 مليون أورو وتتكون تلك الصادرات من قطع غيار الأسلحة والطائرات النقل كما تسلمت الجزائر أنظمة الحماية من الألغان للمركبات العسكرية وأنظمة تحكم عن بعد الأسلحة عيار 12.7 مليمتر أما باقي الدول أوضحت وكالة أوروبا بريس الإسبانية غير رسمية النصادرات الأسلحة الإسبانية اتجهت أساسا إلى دول الجوار الأوروبي خاصة فرنسا 654.3 مليون أورو ألمانيا 432.6 مليون أورو وهولندا 407.6 مليون أورو وتركزت في نقل المنتجات والمعدات التكنولوجية ضمن برامج تعاول قائمة في مجال الدفاع هذه المسألة جاتب الضبط في هذه الوقتها عندها غرض ما ما زال ما عرفنا شوه الغرض لها ولكن هذا التقرير جاء موازاتا مع التوتر القائم مع الجزائر في هذه اللحظة ونحن نتحدث عن التوتر القائم مع الجزائر كما عرفته وكما قلنا لكم في الأول متابعين الكرام إسبانيا تخلات على المشاركة في المناورة العسكرية لأسد الإفريقي فكان لقاو هذا الخبر هذا أن المغرب والولايات المتحدة الأمريكية كتعاود تقدم التعوى لإسبانيا باش تحضر في هذه المناورات ديال الأسد الإفريقي فهل ستقبل بذلك إسبانيا ربا على ما قامت به الجزائر لحدود الساعة إسبانيا ما زال متشبتة بأنها تريد علاقات جيدة مع الجارة الشرقية وما زال ما خرج العيب من إسبانيا كما كنقوله إسبانيا دولة تحترم وما زال حدود الساعة ما خرج تشعي بلا من وزير الخارجية الإسباني رغم على أن شفناي يعني الخارجية الجزائرية هجمات الباريس هجماته في شخصه أمس في البيان اللي استدار من وزارة الخارجية الجزائرية ما يعني إسبانيا ما زال حدود الساعة ما بغاتش تعادي الجزائر وما زال في الكلام ديال الوزير الخارجي الإسباني ولا قاعد المسؤولين الإسبان وزير الطاقة كذلك سمعتها تحدثت رئيس الحكومة كي يتجنب يدخل قاع في هذه النقاشات هذه تخليغل وزراء دياله حكس ما قام به مع المغرب طويل الحال فلا وزير الخارجية ولا وزير الطاقة تحدثوا لأن إسبانيا تريد علاقات جيدة مع الجزائر لكن في الاحترام يعني بناء على الاحترام احترام القرارات قرارات اتخذت داخل إسبانيا مثل الاعتراف بمغربية السحراء فما شأن الجزائر فكنتشوفوا التقرير يعني ديال الجزائر ولا البيان ديال الجزائر كيقول بأن يعني إجابة على الاتحاد الأوروبي إجابة على التحذير الأوروبي من أن الجزائر تقوم بقطع الغاز على إسبانيا فكان الرد كالتالي أش كيقول كيقول بأن الطريقة التي تعاملت بها يعني إسبانيا مع الجزائر رغما على أن إسبانيا مصرة على أنها لم تقوم بأي شيء ضد الجزائر قامت بواحد الأمر اللي خاص بالسياسة الخارجية ديال إسبانيا وهو الاعتراف بمغربي السحراء أن المغرب وضع شروطه لكل دول التي تريد الاستثمار أو التي تريد شراكات تجارية مع المغرب الحدود الساعة المغرب التازم بكل العقود دياله وذلك هو الأمر اللي يعطى واحد وحتفوق المغرب أنه ضمن الموضوع ديال أمبوب الغاز المغرب العربي أنه يمر على الأراضي المغربية الموضوع اللي كان يعني محسوم لدى الجزائر الجزائر يعطاته يعني عطلاته أكتر عطلاته أكتر من اللازم كان يقدر يكون ديال الأنبوب هذا يوصل عن طريق الجزائر فهذه اللحظة هذه وكانت يعني الدول الأوروبية تستفيد من الغاز النجيري وما كانش غيكون المشكل ديال طغوطات ديال روسيا على دول الاتحاد الأوروبي هاتشي علاش من داخل حلف ناطو تصربت قرير يقول الحذر ثم الحذر من الاعتماد على الجزائر في موضوع الغاز أتشي علاش المغرب ربح الصفقة وهذا هو الخبر اللي غندزوا له حاليا المتابعين الكرام والريبات تحث الخطة لإنشاء خط أنابيب الغاز المغرب نيجيريا ومشروع يحتاج لثلاث سنوات لإنجازه تقريبا تسارع نيجيريا والمغرب الخطة لتدشين مشروع بناء خط أنابيب الغاز الرابط بين البلدين الذي سيمتد على طول يناهز 5660 كيلومتر لتلبيس الطلب المتزايد على الطاقة في أوروبا وسيتم تشييد الأنبوب على عدة مراحل ليستجيب للحاجة المتزايدة للبلاد التي سيعبر منها ويأتي ذلك في وقت يبحث المغرب عن مصادر للغاز طبيعي وإرادات نقدية من شركات عبور مصادر الطاقة بعد تعليق الجزائر لخط أنابيب كان ينقل اعتذر الغاز إلى أوروبا عبره في 2021 كما عرفتوا الجزائر وقلتها بصريحة العبارة قدمت أكبر خدمة للمملكة المغربية بقطعها الغاز على إسبانيا من أمبوب المغرب العربي قبل لأن لن نركز في الموضوع التوتر الذي خلقته الجزائر غير مبرر نحن ندرم على دول ندرم على المنتظم التولي لنجد الجزائر سيأتي تقطع الأمبوب للغاز يجب أن يكون لديها أسباب مقنعة لتعاقب المغرب يعني قطعات الأمبوب للغاز علقات الرحلات الجوية أو منعات الرحلات الجوية المغربية تدوز فوق الأجواء ذيالها بزاف العقوبات حطتها ولكن فشكت تمنع الرحلات الجوية هذا أمر تنائي ما بين الجزائر وما بين المغرب ولكن فشكت تعلق أمبوب للغاز فهو أمر ما يقيس المغرب فقط ولكن يقيس دول أخرى هاد شي علاش هاد الدول هذه خاصة تبحث في هاد يعني الأسباب تبحث أكثر في الأسباب اللي خلالت الجزائر أنها تغلق هاد تغلق هاد الأمبوب هذا فشمشوكي بحثو في الأسباب قوها أسباب واهية وبدون إتباتت بالأسباب حرائق نشبت في الجزائر وكان المغرب يعني تعرفوا أن السياسة المغرب وإسبانيا هي سياسة متشابهة المغرب في تلك لحظة هذه حتى المساعدة للجزائر لإخماد الحرائق رفضتها الجزائر رفضت المساعدة هذه وما اكتفت بررب فقط ولكن يعني تهمت المغرب بدون أي إتبات تهمت المغرب بتتسلط على شاحنات في الجنوب المغربي في الصحراء المغربية على شاحنات الجزائرية عاد القرار أو التقرير بيعطة المينورسو تهي خرجات في الصفر فهذا كامل هذه الأمور التي تحجست بها الجزائر المنشظة من الدولي راجعها وركز عليها بشكل كبير فلقاها أسباب واهية وهذا الذي خلال التقرير الذي تسرب داخل حلف الناتو يقول أن الغرب يرد البال من الأمبوب نيجيريا الجزائر وذلك الأمبوب نيجيريا الجزائر بسبب هذا الشي هذا كامل تحول كم شروع لنيجيريا المغرب وهذا الشي هذا الذي خل الجزائر تعيش واحد واحد الحالة من السعار في الأسابيع الماضية لأن هذه مدى قصيرة لكي كانت زيارة رئيس نيجيريا وزير الخارجي النيجيري لإسبانيا وفي ذلك اللحظة هذه نيجيريا علنات على القبول بربط أمبوب الغاز نيجيريا المغرب وهذا هو التفوق في المغرب وطاعت الحال من تم أكبدأ السعار لإسبانيا وهذه الجزائر على إسبانيا وهذه مرة سعار انتقل من سعار للمغرب لإسبانيا ولكن إسبانيا جاءت الاتحاد الأوروبي اللي خلات الجارة الشرقية تبان في موقف غير لائق حتى إقليميا يعني الأمر الهيمن الإقليمية وقوة الضاربة اللي كانوا يروجوا لها الأتباع ديال العسكر تهي مبقا تقدروا يهضروا عليها لأن الأربعاء 8 يونيو الجاري قال وزير الخارجي المغربي ناصر بوريطا إن مشروع أمبوب الغاز نيجيري يشكل نموذجا للإندماج الإقليمي الذي سيغير ملامح إفريقيا الأطلسية وأوضح بوريطا أن مشروع أمبوب الغاز نيجيري يحقق تقدما وسيكون نموذجا للإندماج الإقليمي ويغير ملامح المحيط الأطلسية وإفريقيا الأطلسية ويرجع الاتفاق إلى إحداث مشروع أمبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا خلال زيارة الدولة التي قام بها الملك محمد السادس إلى نيجيريا في دجنبر 2016 وعلى الرغم من عدم تطرق أي توثيقة حكومية لمدة إنجاز المشروع إلا أن نماذج إمدادات خطوط أنابيب الغاز بين روسيا وأوروبا تشير إلى أن المشروع النجيري المغربي قد يحتاج لمتوسط ثلاث سنوات من التنفيذ يعني إلا جنان حللو فالوقت اللي كي يحتاجوا هذا الأمبوب هذا بش يوصل يكون يعني كيوصل الغاز من 15 دولة تقريبا في غرب إفريقيا وكذلك الاتحاد الأوروبي قد يلقوا هذي كي المدة اللي غتكون مجبرة الجزائر بش تزود إسبانيا بالغاز ترغمها أنها تمدها بالغاز وإلا ستدخل في مشاكل جد معقدة ودليل هو أن إسبانيا كذلك عرفة بأن بعد العقود هذا ما غيكون تعاملات مع الجزائر لأن إسبانيا كنشوفها كتفات تعاملات سرية مع قطر اللي ما زال ما تتعلنش عليها هو الستمار كبير بزاف ما بين قطر وما بين إسبانيا ونحن عارفين موضوع الغاز ستستمر قطر مع إسبانيا من غير الغاز المسال كذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي اغطت أكثر مما تصدره الجزائر إلى إسبانيا فالغاز المسال الأمريكي يوصل إلى إسبانيا ويغطي الحاجة إسبانيا أكثر مما يعتمد على الغاز الجزائري هنا كنعرف بأن مباشرة من بعد هذه العقود قد يكون وصل الأنبوب نيجيريا وبالتالي الجزائر ستعاني أزمات اقتصادية خانقة وهذا هو الخوف للكامرانات يعني كنا ندره على واحد المدة لثلاث سنوات والقادق الساعات المشاكل وشوف واشغا يكون بعدها تبون ولا ما يكونش كنتمنى يعني يكون العسكر سهلا صراحة بصريح العبارة إننا لا نتمنى لشعب الجزائر أن يعيش يعني هذا القهر هذا اللي بغي يحطوه فيه العسكر كنتمنى يكون النظام العسكري انتهى في هاته ثلاث سنوات باش تاشي الشعب الجزائري يدخل في هاته النمور الاقتصادية اللي غدي تشدو المنطقة إن شاء الله بإذن الله إلا خلاونا بخير وما دخلونا في نزاعات وحروب لأنك كين واحد منسبة الإسبانية فأصبحت تنذير حلف شمال أطلسي الدولة اللي ابتداء من اليوم من اليوم كذلك حبسات الاعتماد على تحليلات بسا إير اللي كانتمنى وكذلك المغرب يمشي في نفس الخوطة تكون يا الدولة الولايات المتحدة الأمريكية تنهي العمل باختبار كورونا لدخول أراضيها من بعد إيطاليا العديد من الدول الأوروبية إسبانيا يعني استغنات عليه فضاء شنغن وقدر يكون شي حاجة يعني في الأيام القليلة مقبلة دوليا كذلك كنشوفوا الولايات المتحدة الأمريكية بعد الضغوطات ديال الشركات السياحية وشركات الطيران يعني اللي كانت فرض الوجود ديالها على الدولة الدولة يعني ووزارة الصحة ديالهم وكل المسؤولين ديالهم قرروا أنهم يعني يحبسوا الاعتماد على تست بسا إير كنتمنى وإذن أذى كذلك يوصل الحكومة المغربية رأى الوباء انتشر بواحد شكل كبير عرفنا شنو هو اللي تلقح منه وتلقح اللي ما تلقح ما تلقح كل واحد مسؤول على نفسه لأن الدول بحدتها دار تلي عليها اللي بغي تلقح راتلقح ورغي يحمي راس ولي ما بغيش يتلقح شغلو هاداك وشغالي نجين تقول للناس تحميهم من شي حاجة هما ما بغيش يتحمون منها انتظروا يبن لقاح بل لقاح كنك انتظروا واحد الفئة يعني لا بأس بها من الشعب يتلقح تلقاح اللي رفض رفض فنتمنوا أن هذه القيود هذه تحيد في خطرة ونرجعوا للحياة سيدينا العادية نتمنى الأخبار لإخوان تكون قدتكم أنتم ما بيخلوا على خير في ساحة جيدة وفي أحسن الأحوال شكرا لكم على حسن المتابعة التي ما ممذلكم وشوفكم ومشاء الله فيديو خور ومدخور تكونوا دائما في أسن الأحوال دمتم في رعاية الله السلام عليكم